احنا يا سادة تكلمنا النهاردة عن معنى مهمة جدا جدا تعلمناه من سيرة حضرة النبي حضرة النبي اخد بايدنا كده وقال لنا شفت وانا عملت ايه ممكن البيوت تتمري بدا لان ده حل عبقري حل منور حل من جناب الجمال من جناب الحنين من جناب الرحيم صلى الله عليه وسلم اللي هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعله هبالينا عشان يخرجنا من كل مشاكلنا امتنوا لأهل بيتكم امتنوا لأهل بيتكم لان الامتنان بيزيد الامان الامتنان يزيد الامان امتنوا لأهل بيتكم وقللهم الكلام الحلو وانشروا الكلام الحلو مع الناس كلها لما تنشروا الكلام الحلو عن أهل بيتكم ده مش عيب العيب ان انتوا تكونوا جحدين لهذا الأمر العب ان انتوا ما تقولوش الكلام ده للناس كلها سمعوا اهل بيتكم انتوا ازاي فخورين وبتحبوهم سمعوهم ان انتوا بتقولوا الكلام ده في كل مكان بس انتوا بتسمعوهم لازم تقولولهم الكلام ده وانتوا صديقين فيه ولازم نحمد ربنا ان ربنا كتب لنا ان يكون لنا ازواج وان يكون لنا زوجات الله سبحانه وتعالى جعلهم منا من الله عشان حياتنا تستقر وتتزن يا رب اجعل بيوتنا دايما في رحمة وفي مودة وفي سكينة ودايما نقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمتك يا رسول الله تسر في قلوبنا وذلك اقول لك يا رسول الله وحقق يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي يا رب اجعلنا دايما مع حضرة النبي نعيش مع جماله ونكون في صحبته يا رب العالمين يا ارحم الراحمين